انا فتيحة عندي 28 عام طمري مزوجة وعندي جوليدات مشكلتي ما هي مع عقوستي ما هي مع لوستي ما هي مع الويسي انا مقطوعة من الشجرة نهاردي تولدت وحلت عيني لقيت راسي بلا أب بلا أم وهذا هو المشكل هذا هو المشكل اللي انا طحت فيه دابا وتنعاني منه انا حلت عيني كما قلت لكم في واحد العائلة كبيرة كبيرة بزاف الجد والجدة والعمام والعمات وعيالات عمامي وولداتهم وانا وحدة وسطهم عمامي وجدي كلهم كتنقول لهم ببا اما عيالات عمامي وعماتي وشداتي كلهم كتنقول لهم وشوف وش حال من أب عندي وش حال من أم عندي وما تنحش قاع بالحانان عمري ما حسيت بالحانان من اللي كت صغيرة ومن اللي كنت باقة ما تنعرف والو وانا تنحس بالحقرة ايوا تخيلوا يا عباد الله من اللي تكون بنت عندها خمس سنين او لست سنين وتعرف شنو هي الحقرة ايوا هذا هو العجب ايه انا فاتي حقتكم والله تعرفت الحقرة من اللي كانت عندي خمس سنين وعشتها وقاصيت منها ومن اللي بديت تنكبر شوية ولو تعاملوني بحشي وحدة كبيرة تيفرقوا معي الشقة ويقولوا لي ديري هادي وديري هادي مع العلم ان ابناتهم اللي قدي مخلينهم على تساع وانا مسكينة حيث ما عندي لا ام لا اب مزيدني القدام هاكو دكت بغى نقرأ تيقول لي ومعافعكم بغيت نقرأ تي نود جدي الله يسمح لي تيقول لي يا شوفي هادور عندهم والديهم هازل لي هم المسئولية وانتي شكل بغتي هازلك المسئولية واش بغيت نخلي شغلي بقى تابعك هادك شي لاش مقراونيش من اللي كانوا تيجيوا ابنة عمي ولاد عمي من المدرسة تنشد الكتوبة ديالهم وانبقى نقرأ تنتهجة سعمى بحالي تنتهجة الحروف وانا ما عارف اوالو غيتا الخربق ايوتي بقوا ويموتوا علي بالضحك اما عيالة عمامي المسمومات كانوا غير تيمتلوا قدام جدا وجدي وعمامي وعماتي انهم تيبغيوني اما هما كون صابوا الموت يقتلوني ويتهنوا ما نكتبش عليكم عانيت مع هاد الاسرة واخا كانت محتضناني كنت دي ما تنسوا ولا جدا تقول لي بغيت نعرف هانا ماما واش ماتت او لفين مشات حيت عمالهم ما هضروا على ماما وقالوا الله يرحمها دي ما هضر على ماما غير بالخايب هاديك الملعوقة هاديك الصقعة هاديك اللي ممزياناش هاديك اللي ماتسواش هاديك حلة الافطار الحاجة الخايبة تيدكروها على ماما وانا مخي تاي سجلي واخاك صغير او بقيت لاسقة جدا كنت لي هوالو قولي لي ماما فين عطاك الراس وشنو السابب وعلاش واحد نهار ويتع تعرف لي قلت لي شو في ابنيتي انتي دابا ركي كبرتي وليت تعرفي كل شي والله ما نقول لك انا ولا يقول لك شي وحد اخر قلت ليش تقول لي اشنو كاين قلت ليش تمك باقى حية ورزق ولكن رهغي ولداتك وتخلت عليك ومشات في حالاتها تقلب على راسها اما باك بالصدمة ديال امك اللي هربات حيت كانت يحمق عليها ومارضاش قدام الناس ولا عاطيها غير السكرة والمخديرات حتى تستطف راسه اخرج من ديك الساعة ما عرفنا له اثار تشوينا فيه يا ابنيتي قلت ليها وامي ما تشويتوش فيها قلت لي امك كون حشمات علها عاراضها كون قلست معاك هي السبب في هالشي كامل حتى خلتك يتيمة وانتي بواليديك وما نكتبش عليكم عاد فهمت علاش عيالات عمامي تيعيرو في امي وعلاش عمامي تيعيرو في امي وعلاش جدي تيقول الكلمة الخايبة في امي عاد فهمت فهمت بان امي تخلات عليها ومشات تقلب على راسها في جوية اخرى جدا كانت تتحشم شوية قلت ليها مشت تقلب على راسها اما عيالات عمامي وعماتي باين عليهم مكان نشتي حملو ماما قالوا لي مشات الفساد نييشان يوشا نقول لكم يا أخوتي قال ايهانات شفتم في هاد العائلة واخها امي عمرني ما شفتها وعمرني ما قلست معها وعمرني ما عاشرتها مثلا بغيش نسمع لي هذا الهضراء كما كالحال أره همي وحتى الواليد ديالي مثلا بغيش نسمع لي بأنهم سطي وتبع الشراب وتبع المخديرات وخرج على راسه هاد شي كانت يعدبني ايه والحمد لله هذا هو المكتب بقيت هاكا معهم صافي مات جدي وتغيرات الأحوال جدي كان دير واحد لهيبة في الدار كما كالحال ما كانوش داصرا عليا من اللي بقت غير جدا ولو داصرا عليا بزاف عيالات عمامي ولو تيقولو لي إلي ما عجبكش الحال تبعي أمك رد دوري دوري وغتولي بحال أمك والمثال تيقول اقلب البرماء لفمها البنت طلعتش بهمها هاد المثال كرهته كرهته ما بقيتش تنحمله اللي ناضط فيهم تتقول لي هاد المثال دا واحدة ما تتحس بي تنعي من تقرب من عماتي ونهدر معاهم هدرها زوينا وندير معاهم سعمة تصرف زوين ووالو من اللي تي ناضط لي ما تيعقلوش عليها واحد عمتي قاع بقوة مكتن تقرب ليها تنقول لشوفي النوبة ديالك دير شقة أنا نديرها غيباش تبقى معايا زوينا ونحس بأن كينشي واحد في ديك الدار تيبغيني وتي حن فيها بحالي تقولو كتنشري الحانام ديالهم بمجهودي تنضرب تمارا باش تحن عليها ووالو ناش فين دوك الأحضان ديالهم كانوا بحالي فيهم الشوك ما تقدري الترمي على التى واحد عمرني ما فراحت وعنقت شي واحد فيهم عمرني ما درت شي حاجة زوينة وشكرني شي واحد عمرني ما بكيت ووضح دح علي شي واحد وقال لي يا أجي يا ابنيتي ديك ابنيتي ما تنسمعهاش حتى من جدة كانت تتعاملني معاملة خاصة كانت مزيرة معايا خيفة نينا نخرج بحال الوليدة ديالي ولكن الوليدة ديالي درت هاد شي وانا شنو ذنبي ما ذنبي التى حاجة علش ديروا معايا بحال هاك ايو داستيام وجاتيام واحد المرة كنا مشينا كاما مخيمنا في الوليدية ايو احنا في المخيم وما يشوفوني واحد الناس شافوني عجبتهم ايو جاو ديك الساعة عند جدة وعند عمامي قالوا اليوم هاد البنت رها بغيناها الولدنا عرفتوا عيالة عمامي بغوا يموتوا حيث عندهم البنات قضي وكبر مني ابغوا يموتوا واحد مرت عمي كاع مشات عند وحدة من العائلة ديال هاد الولد اللي بغا يخطبني وقالت ليهم شوفوا انا غنقول لكم غير كلمة ديال الخير رهمها مات سواش وكو كان فيها الخير قرها قلست مع راجلها وقلست حاضنة بنتها واخفت غير لا تكون البنت بحالها ولكن الحمد لله ما الدوهاش فيها وعرفوها بأنها غير بغا بغا الدير الخير كما قالت هي كان شي واحد غينوض يقول هاد الهضرة سعما غير احسان قولي الله يكمل الله يعاونكم ان شاء الله غيكون غير الخير اشان نقول لكم هاد عيالات عمامي خرجوا فيها الزيت ولكن الله تيخلص كل واحد ايوا الحمد لله تلقيت مع اولد الناس تزوجت به كانوا واحد الاسرة عوضوني كالحانان اللي ضع لي عوضوني الحانان ديال والد ديالي وعوضوني الحانان ديال والد ديالي الحمد لله كنت فرحانة ونهار اللي تلمشي عند دار جدي ما نقول لكمش تيبقى وغيرتي خنزروا فيي مستخسرين في يدي كالنعمة اللي اعطاني الله ايوا من اللي استقريت في داري وكان راجلي مزيان معايا الحمد لله وعائلته مزيانين طحت عليهم المشكل ديالي ووقفوا معايا ووقفوا في جنبي وقالوا لي يا شوفي خاصكي دارو ويتقلبي اعلمك ربما من اللي تلقايها هي مسكينة لغى يكونوا عندها ظروف وحدين اخرين قعمة طيقة الهضرة ديالناس ايوا بديت نقلب عليها قلبت عليها في كل مدينة في اي بلاسة كانوا العائلة ديالنا ولا العائلة ديال ماما اللي ما تنعرفهم شانا تنمشي نقلب راجلي ساعدني بزاف تنقلب عليها وعلى بابا صراحة بابا ما لقيتوش ولكن ماما لقيتها وياريت ياريت ياريت كل ما لقيتهاش تنقول لكم هاد الهضرة ماشي انا مسخوطة ولكن راهني دخلت في واحد المشاكيل كبيرة بزاف مع ماما ماما نهر اللي لقيتها قلت لشوفي يا امامتي حبيبتي الحمد لله اللي لقيتك غادة تعيشي معززة مكرمة معايا وهدو ولد الناس هنت تتشوفي غديريه بحل ولدك يوا فرحات في الاول ولا اني مني جات لعندي وقلست معايا بحسيتش بديك الامومة ديالها بحسيت لب حانان بحسيت لب دك الحضن التافيء الاولو بحلي قلست معايا شي وحدة صاحبتي اصلا هي كانت بحلي دوله قدي قدها بقى الصغيرة هي اصلا والدتني صغيرة الولادة ديال الصغر هي اللي خرجت عليها مكرش عندها العقل بالمرة سيدة باقم هاليا فراسها وبقى تتلبست شي مقطع وبقى تتلبست دك شي مع الري وما نقول لكمش تلمان انا هي امها مديرا لحيجاب الاولو راجليم اللي شافها النهار الاول تخلع ولكن ما بينش ام اللي قلست معانا وعاشرتنا وعرفناها بانها السيدة معها الزايد ماذا تبغي تقلس لها في الدار ماذا تبغي تدير الدور ديال الام ماذا تبغي تتعطي الواقع راسها راجلي ولا غير تينفخ تصوروا ولا تمي دير لي المشاكين بحلي عندي شي بنت صغيرة تيخرج تيوصي وتيدخل تيوصي اش تيقول لي تيقول لي رضي البال لماماك ما تخليهاش تخرج كل مرة راشو هاتنا قدام الجيران تخيلو تخيلو يا اخوتي من اللي ينضراج لي ويقول لي هاد الهضراء على الوليدة ديالي فين غنبير ديك الساعة وجهي ما نكدرش عليكم اعييت 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 فيها تيقول لي الوليدة راكي ماشي باقى صغيرة راكي وقا باقى تتباني صغيرة ولاني كي مكال حراكي ام ديالي ما يمكنش راجلي غيبقى يقول لي يقول لي لما قد دخل سوق راسها هاد الشي را ماشي معقول ومعامن تدوي ما تتهمها حتى حاجة سيدة تتقلس لي غيب الشورت في الدار قدام الراجل سيدة ما تتسوقش فوق ما يجي هاش تيليفون تلهساكها وتقول لك انا خارجة راجلي راوخها دريف ولاني را ماشي ديوتي اعرفتوش تتقول لي تتقوليش تنتي راكي مسطية اللي مزوجة طلقي منو ما عندك ما تدري بي هاد المعقد ويالله نعيشو انا وياك ونخدمو على راسنا اخوتي بعد المرات بعد المرات تتطيحوا في شي وليدين خاصكم انتو من اللي تديروا ليهم العقل بحلي طاري لي انا انا الوليدة ديالي بحال شي ابنية صغيرة خاصني ندير ليها العقل تخيلوا راجلي من اللي عيام هاد الشي والتي يشكي على الوليدة ديالو على أخوتو والتي تمفضوحة قدامهم كل شي اللي يهضر عليها تخيلوا الوليدة ديالي تيحبسوا لي الطموبيلات قدام الباب تيجيبوها في الليل او ليجي لها شي واحد تل باب ديال الدارو يدق عليها تخيلوا شكل غاي صبر على هاد الشي صافي راجلي قال لي يشوفي ابنت الناس جوج كلمات غنقولهم لك اما امك تمشي عليها اما هزي حواجك وصيري انتي وياها ودك الساعة انا عندي جوج وليدات ما قدرتش ندير بحلي دارت امي نخليهم له ونمشي حيث هو قلي لمشيتي معها بشرط اولادك خليهم هنا مستحيل ديهم معاك مستحيل يطربوا في الجو ديال امك ايوه ما نكذبش عليكم اخوتي طحيت بامي على ود الاصرة ديالي وعلى ود دولي داتي وما بغيتش دكش اللي طرالي يتكرر مرة اخرى ما عرفتش دابة انا واش مسخوطة اولا درت الحاجة اللي خصها الدار امي ما قدرتش نسيطر عليها بالمرة سيدة المدة ديال ثمانية وعشرين عام وهي عايش الحياة بالطول و بالعرض كيفاش غندير لها انا دابة نسيطر عليها عيت ما نقول لها امي انتي خسكت تسلي تخيلوا واحد المرة طلبت راجلي قلت له غادي تعطيني باش تمشي ممي للعمرة ومسكين مرضهاش لي فوجهي بغيت نديرها لها مفاجأة انا راجلي كان ميسور و بيخير عدي قلت لي هارا غا تمشي للعمرة انا اللي غا نصفتك انا و راجلي اعرفتشنو قلت لي قلت لي فلوس العمرة اعطيهم لي انتكسابيهم راني ما بقوا عندي لحوايج لولو وخاصني نشري الماكياج وخاصني نشري ديزاكسيسوار وخاصني نشري سيكان تخلات قلت نقولوش هدي بعقلها ولا تستطاع لي يعني ما فيها ما يطلبك هدي رهمي وتنهضر عليها بحلهك وتنقول عليها بحلهك بغيت لها الشي حل تنع هي من صلي ونطلبه تنقول يا ربي حبيبي تهديها يا ربي تهديها يا ربي تهديها يا رب ولكن السيدة هي ما بغاش تهدى هي سبحان الله بغت مشي في هالطريق هيو يا أخوتي ما بقتش عارفة شنو غندير واش نتبع الأم ديالي اللي تخلات عليها نهار السبع أيام ونتبع الرضا اولا نتبع راجلي ونتبع الأسرة ديالي وما نعاودش نكرر أسرة وحد أخرى فاشلة بحل يطرالي يا أنا مع الوالدة ديالي والوالد في نظركم أشنو غندير وهدي يا قصتي وشكرا على الاستماع ديالكم واتسمنا وني في قصة جديدة وبسلام عليكم اشتركوا في القناة